كل سنة وانتم طيبين كل سنة وكل جماهير النادي الاهلي بألف صحة وخير دايما يا رب وسعادة وفرحة بالبطولات والألقاب الكتيرة جدا 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 زي نهاردة من سنة بالزبط كنا قاعدين على أعصابنا بس كان عندنا سكة كبيرة قوي قوي في جهازنا الفني وفي لعابتنا ان هم حيفرحونا بأغلى بطولة واهم بطولة من خلال اهم مطش وهو مطش القرن مباراة القرن مش بس كت مباراة القرن لا دي كمان مباراة القضية ممكن القضية اللي خلصت المطش جون افشة اللي فرح كل الاهلاوية مش في مصر بس لا في العالم كله اغلى واهم بطولة في تاريخ النادي الاهلي لان المباراة كانت ديربي على نهاء بطولة قرية اول مرة تحصل في التاريخ فبالتالي لحظات السعادة دي بالتحديد كانت غير طبعية لحظات مش حنقدر ننساها كواليس اليوم من اوله لحد اخره اللي احنا مش عارفين اخره كان امتى تاريبا كان تاني يوم الصبح مش حنقدر ننسا كل لحظة في اليوم ده ولا حنقدر ننسا كل لحظة في المباراة تحديدة اعصابنا قبل المطش الضغوط اللي كان موجودين عليها التوتر ضربات القلب السريعة القلق عدم النوم لمدة تاريبا اسبوع قبل المباراة ما كنتش بتنام كويس ما كنتش عارف تركز في حاجة تانية غير انك مستني معاد المطش ده عشان بإذن الله يخلص على خير وتفرح كأهلاوي وتنبسط كأهلاوي وتعيش احسن لحظات حياتك واحلى لحظات حياتك ما اعتقدش ان هي هتتقرر تاني بنفرح كتير بنسعد كتير بناخد بطولات كتير جدا كنادي اهلي لكن اللحظة دي خاصة جدا في قلب وفي ذهن كل واحد اهلاوي عاشها يبغتنا احنا كجيل محب للنادي الاهلي وعاشق للنادي الاهلي بهذه اللحظات ان احنا عاشنا اللحظات دي فبالتالي كل سنة وحضراتكم طيبين الزكرة الاولى بعد مرور سنة من مباراة القاضية ممكن ونهاء القرن والتسعة بالنسبة لي النادي الاهلي وهذه البطولة القرارية بالمناسبة احنا حقا نبطولة بعديها برضو في نفس السنة من دور الابطال الافريقية المرة العاشرة في تاريخ النادي الاهلي لكن هي دي البطولة الاغلى بكل تأكيد بسبب قوة المنافس اللي كان قدامك وسبب التاريخ الكبير جدا ودربي القير مساء الفول